على وجه السرعة في الوصول تماماً كما هي السرعة في وقتٍ زمنيٍ قياسي بإنجاز تحقيقاتٍ أمنية في فاجعة جبلاء يقف رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري على رأس المستجدات الأخيرة التي وصلت بها التحقيقات إلى إعلانه القبض على أشخاصٍ مشتركين في الجريمة ووضعهم في السجن مجزرة جبلاء التي أودت بحياة عشرين شخصاً من عائلةٍ واحدة لم تقف عند حدود جريمةٍ عابرة إنما تحرك لها رئيس الوزراء بالمتابعة الشخصية للوقوف على أسباب وتداعيات الجريمة الشطري الذي قدم همة جهاز الأمن الوطني كانت له الكلمة الفصل من خلال رسالة اطمئنانٍ لذوي الضحايا بمتابعةٍ رسميةٍ حثيثة يشرف عليها لإنجاز التقرير النهائي ورفع النتائج الفورية لرئيس الوزراء وعيدٌ نطق به الشطري للجزاء الذي سيناله المجرمون على فعلتهم التي ضربت منظومة الأمن وعيدٌ بمحاسبة المساهمين في الجريمة وفق العدل والقانون وكما هي الرسالة التي يقودها دوماً جهاز الأمن الوطني يعلنها الشطري بوضوحٍ وتكاملٍ في أداء الواجب الوطني والقانوني بتعاونٍ وثيق بين وزارة الداخلية والقضاء لتحقيق العدالة المثلى تعاونٌ يضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه بتكرار جرائم يذهب ضحيتها المواطن العراقي اشتركوا في القناة